اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي تميمي على محتويات القرية التراثية والسياحية بمديرية ساه في محافظة حضرموت واستمع وكيل المحافظة المساعد خلال جولته في القرية من مدير عام المديرية مبارك الجابري ومدير القرية التراثية عبدالله الجابري إلى شرح واف حول مراحل إنشاء القرية ومكوناتها وأهميتها باعتبارها إحدى مراكز توثيق التراث الحضرمي مطلعا على ما تحتويه القرية من أجنحة وأقسام ونماذج للموروث الشعبي والمعروضات التراثية التي توثق لحقبة زمنية بعيدة من تاريخ المنطقة وأعرب الوكيل التميمي عن إعجابه بما تضمنته القرية من نماذج تراثية لسوير الحياة والملابس التراثية والأسلحة ومعرض الصور القديمة مؤكدا دعم السلطة المحلية لمثل هذه المشاريع التراثية الهامة